السلام عليكم. يقول قاضي اللي اصدر الحكم باعدام صدام حسين. او انه صادق على الحكم باعدام اه صدام حسين. يقول اه بالثمانينات يمكن بالسبعينات يقول حلمت حلم وانا صغير. يقول اننا قاعدين في مجلس زين وجاء صدام حسين ليه عندي. يقول اعطاني وردة والوردة هذه على قلب. قلب كأنه قلب حب. يقول وصدام حسين كان بهذا الوقت كان في يعني اوج قوة البعث الان هو متحكم ومسيطر على الدولة. يقول قلت الامي. قلت هذا انا حلمت ان اصدام جاء وخلى الناس كلهم ترك الناس وجاء عطاني هالوردة هذه اللي فيها اه قلب. راح اسألت اه 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 امرأة اخرى تفسر الاحلام. قالت انت اه 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 صدام راح يعطيك روحها او انت راح تأخذ روح صدام. قال شلون يعني انا يعني انا راح يعني يعني اقتل صدام. قال هذا تفسير الحلم. بعدين عاد بعد اللقاء القبض عليه. اهو اللي عاد اللي اللي اصدر الحكم او وقع على الحكم باعدام صدام حسين. او وقع على تنفيذ الحكم باعدام صدام اه احسين. هالي ايام هذي كل شوي قاعدة ان نطلع بشركة النفط انه اكتشافات النفط. اه والنوخدة ونفط فيلكة ونفط اه اه الجليعة وكذا. خلينا نقول لكم على سالفة قصة استخراج النفط من الكويت. هل يعني كانت في اه 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 شلون طريقة ممسح ما نعرف شلون طريقة ممسح جيولوجي او اه او عن طريق حثر اه ابارة وغيرها. كانت شركة نفط الكويت يعني اه منشأة حديثة. هذا ايام اه الاربعينات. و اه وكان فيها عندها التفاقية مع شركات الكبرى طبعا. ما في شركة كانت بالشرق الاوسط الى الان تستطيع استخراج النفط. الا شركات الكبرى اللي موجودة في امريكا وبريطانيا. ديكسوم كان الممثل للحكومة البريطانية في البحرين. بعدها انتقل اه الى الكويت. وبعد وكان ممثل اه الحكومة البريطانية في الكويت. وبعدها يعني اه لما وصل الى التقاعد اشتغل في شركة نفط الكويت. وكانوا مخيمين شركة نفط الكويت مخيمين في شمال الكويت في منطقة يقال لها البحرة. وكان وهو وهله. وهو اسم ابو سعود. امرته اسمها ام سعود. ام سعود حتى لها لقاء في تلفزيون الكويت. وخذوا الجنسية الكويتية. فيقول ديكسون يقول كنا نحفر اه النفط يقول كنا متعبين وطريقة بتحفر انها بتائية. وانتحمل الاغبار والعواصف والحرارة الشديدة وغيرها. فيقول مرة من المرات يقول راجع البيت وتعشيت ونمت. يقول وانا اتحلم ان في فتاة جميلة اطلعت وقعدت عند اشترى. وانا قاعد اشوف هذه الفتاة الفتاة الجميلة. يقول فقالت عطني ماء. انا عطشانة عطي ماء. يقول عطيتها ماء. يقول ما ذريت لي شوي واللجايين ناس معهم غروات وعجر وسكاكين يبون يقتلون هذه الفتاة. يقول كان قائدهم شاي بصغير طولة مو كبير ملتحي زين ومعاه سكين معه خنجر. والفتاة كانت يعني تتضلل عن الشمس تحت صدره. فيقول جم الناس اه اللي مع الشايب الصغير اللي 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 حتابيضة وقاموا يضربون الفتاة. فقامت الفتاة تصرخ وتصايح وقالت قالت لدكسون قالت انا في خطر. قالت انا في خطر حتى قبل لا يجون قالت انا في خطر. فلابد انك تبلغ الممثل البريطاني لحكومة البريطانية في الكويت. او انك تبلغ حاكم الكويت. كان حاكم الكويت انا ذاك شيخ حمد الجابر. فانا في خطر. انا في خطر. فمسكوا الناس اللي معهم العصي والهروات وغيره. مسكوا هذه الفتاة. والان اخذوها وكأنها في قبر. كأنها طالع من قبر. قال الان نبي نحفرلش ولا راح نحفرلش القبر وراح نثبت هذا القبر بالصلبوخ والغيره علشان ما تطلعين مرة ثانية. وقامت تصرخ وتصايح وتطلب مني الفزع. يقول انا كنت شاهد هذا المنظر. طبعا هذا كل حلمي جمعا. يقول انا كنت شاهد هذا المنظر. يقول اخذت عصى وضربت الشعيب. الشعيب اللي هو الصغير اللي طوله صغير يعني. ولحيته بيضا. يقول ضربت الشعيب. يقول فات في الرقم. وراح. فقام الصبح قال لزوجته مسعود قال انا تحلمت حلم وهذا الحلم التفسيري. قالوا في عندنا طبعا كان في عندهم اربان هذيك خيمة ذاك بيت شعار هذا. قال في مرة. هذك اه فيه هذيك الخيمة او اه هذك البيت تفسر الحلام. روح لها. راح لها. قال انا حلمت انه فيها. قالت انت ات وات اشتغل. قال انا اشتغل بشركة نفط في الكويت. والان قاعدين نقب على النفط. قال زين متزوج ما متزوج اوكي. قالت اه شنو الحلم? قال لها الحلم ان في فتاة اطلعت من مكان يعني كأنها قبر. وقاعدت تحت السدرة. وابعدين جوها ناس يبي يضربون يدخلونها داخل القبر. فاستصرقت وقالوا طلبت الفزعة. اه مني. و اه انا فزعت لها وضربت الشايب. وبعدين انقذت هذه اه الفتاة. قال شوف المكان اللي انتم متحفرون فيها النفط. ما رح تلقون فيه نفط. كان شون? فسريه لنا يعني. انا خاف ان يقول هذا حلم يضحكون عليه. قال بالكويت كلها ما فيه الا سدرة واحدة. اللي هي سدرة ام سديرة. اللي تقريبا خلف يعني ممكن عشرة كيلو عن ضلع القرين. واللي هي برقان حاليا. قال روح قول رئيس رئيسك فيه العمل في شركة نفط الكويت ان لا يحفرون في هذا المكان وينتقلون للحفر عند منطقة في جنوب الكويت اسمها ام سديرة. في منطقة وحيدة السدرة الوحيدة موجودة بالكويت اللي هي في منطقة ام سديرة او منطقة ام سدرة في جنوب الكويت بالقرب من حقل برقان. راح قال الرئيس الرئيس في العمل ما صدقه طبعا. وقال حفروا ما لقوا نفط. راحوا في الجنوب. خلوني اكمل هذا. ففسرت قالت ان الاشخاص اللي قاعدين يحيرون اللي يضربون الفتاة هذا كان فيه ازمة التجار. التجار اللي صارت سنة الف وتسمية وسبعة وثلاثين وغيره. ما يبون تطور الحياة. ليش? لان عندهم كان عندهم مصالح وغيره. وكان فيه كان فيه ازمة في في الكويت سنة الف وتسمية وثلاثين. فقالت الناس هذول اللي يضربوا الفتاة هم يمثلون هؤلاء التجار. طبعا ما كل التجار طبعا كان تقريبا اربعة وخمسة. فانتقلت شركة نفط الكويت الى حفر اه النفط عند منطقة ام السديرة. وتم حفر النفط تم اكتشاف اكبر حق النفط في العالم. وطلع تفسير حلم اه اه العجوز لديكسون اه صحيح.